شباب اليوم بوصي كام وصي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومفيدة من برنامجكم اليومي برنامج درس اوشك ثلث رمضان الاول على الانتهاء حصد فيه من حصد من الدرجات والاجور العالية وخسر فيه من خسر لا بأس ان ندرد شوي مع الشيخ محمد على انقضاء الثلث الاول من رمضان وحسن استغلالي هذا الشهري الكريم الشيخ محمد تفضل لو تحدثنا عن بعض هذه النقاط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ارحب فيك وفرخواني المشاهدين الان اوشك الثلث الاول على الانقضاء على كل واحد مننا ان يحاسب نفسه الان عشر ايام تقريبا وتسعة ايام مرت كم مرة ختمت القرآن هل بديت في ختمة ولا ما بديت اصلا صيامك كيف هو مع الله عز وجل هل ترقد بعد صلاة الفجر وتقوم على ذان المغرب او لا واذا كنت قاعد هل جرحت صيامك بمعاصي ام حاولت ان تتقي الله عز وجل لان هذا هو المقصد من الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهل اتقيت الله عز وجل هل اوصلك الصيام الى هذه المرحلة او لا صلاتك كيف هي في المسجد تكون او لا تكاسل وتصلي في البيت صلاة الرجال تكون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم شنع على قوم لا يأتون المسجد و اوشك صلى الله عليه وسلم من يذهب الى بيوتهم و يحرقها عليهم لو لان فيها النساء و الاطفال فصلاة الجماعة لا بد منها و تؤكد ايضا في هذا الشهر لان هذا الشهر شهر الخيرات تضاعف فيه الاجوء و تضاعف فيه الحسنات و أنت ترى كل الناس مقبلين على الله عز وجل فأيضا تندفع نفسك و تذهب معهم إلى المساجد صلاة التراويح أيضا عندنا يا شيخ فرمضان و أيضا صلاة التراويح و الحمد لله عندنا في الدولة و وزارة الأوقاف قامت مشكورة حتى جابت لنا قراء سواء من الخارج أو من قطر يعني موجودي و الحمد لله الدوحة كلها صغيرة يعني أنت تقدر أن تتروح هالمسجد أو هالمسجد أو هالمسجد و غالب في هذا الوقت أصلا ما يكون زحمة فالواحد أصلا يقدر يرتب نفسه و يروح أقيمام مثلا يعجبه صوته أو يرتاح وراء أو يخشع في الصلاة وراء فإنبغي على الواحد أن يستغل مثل هذه الأيام فالآن راح ثلث باقي ثلثين شف نفسك مقصر في شيء عوض في الأشياء الثانية فإنما الأعمال من الخواتيم أيضا يا شيخ اللي يقول لك أول شهر رمضان الثلث الأول أوله رحمة و وسطه مغفرة و آخره يعتق من النار أيضا سبحان الله في سبحان الله كد شهر رمضان كله رحمة و مغفرة و عثق من النار فالله في كل ليلة عند الفطار يعتق سبحانه وتعالى كل ليلة إلى أن يأتي آخر رمضان فيعتق بمقدار ما اعتقه في رمضان كله سبحان الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا من فضله و أن يعتقنا من النار في هذا الشهر الكريم مشاهدين الكرام دعونا نتعرف على المشاركين الجدد معنا في هذه الحلقة كونوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم اسمي جابر يوسف جابر محمد التميمي ساكن في اللقطة أدرس في مدرسة مصعب ابن عمير رضي الله عنه وهوايات صيد السمج والقدم والسباحة أنا التحقت في المسابقة لأن كنت حبي أني أدخل في جو المنافسة وفي نفس الوقت أطلع عيوبي في القراءة واخطائي من المحكمين وإن شاء الله سأقدم مستوى جيد اسمي عبدالله محمد الحمودي ساكن في منطقة الخيسة أدرس في مدرسة الرازي هوايتي السباحة والقنص سبب دخيل المسابقة معرفة اخطائي في تلاوث القرآن استعدت المسابقة وجهس مقطع بسيط عشان نقدمه في البرنامج يا هلو يا مرحبا فيكم من جديد أعزائنا المشاهدين دعونا نستمع لأول المشاركين معنا في هذه الحلقة ألا وهو الطالب جابر يوسف التميمي تفضل يا جابر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا أسبوك بارك الله فيك على القراءة الجميلة وأداء طيب وصوت ممتع ملاحظة بسيطة في حرف الجيم تنتبه لشدة الجيم ويعني عدم جريان النفس فيها فلا تخرج نفس حرف الـ H بالإنجليزي سجدى مثلا جهنم لا تقول جهنم يعني لا تخرج نفس بعد الجيم فتنبه لمثل هذا الشيء غفورا رحيما الراء بدون غنة تمام تنبه أن تخرج الراء بدون غنة يعني ما يذهب الصوت إلى الأنف فتخرج معها غنة طبعا ملاحظة الطيبة التي قرأتها يخلد فيه مهانة هذا ممتاز وكذا قرأ حفص في هذا الموضع فقط خالف أصله وهذا جيد ويدل أنك قرأت على أحد من المشاكل فنبهك مثل هذا التنبيه على هذا الشيء الله يبارك فيك ويسر أمرك جزاك الله خيرا يا رضيك الله أنا استفت من المحكم جزاه الله خير أنه عندي عيوب في حرف الجيم وعندي عيب في الغنة مع الراء وإن شاء الله في الأيام الجاية أتدرب عليها ويتحسن مستوي فيها بعدما استمعنا إلى هذه التلاوة الرائعة والجميلة من الطالب جابر تمامي دعونا نستمع لمبدع آخر ومشارك آخر ألا وهو الطالب عبد الله محمد مهدي الحموذي تفضل عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينوا هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بطلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ أسبوك بارك الله فيك والله يفتح عليك إن شاء الله قراءة حسنة بعض الملاحظات البسيطة من المشاهدين يستفيدون معنا الشيطان وقال الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا إذا قلت الشيطان تفخم الطاق تفخم الألف قاله تفخم القاف وتفخم الألف الملاحظة الثانية الهمزات انتبه في تحقيقها جاءت وأزلفت أن تخرج الهمزة لا تضيع الهمزة انتبه أن تحققها بقوة والفصل جاءت سكرة الموت بالحق تمام فتفصل بين التاء والسين وهذا قال وجاءت سكرة الموت بالحق توقف عليها بشدة يعني الحق غير الفلق تمام هذه مشددة وهذه غير مشددة فمن بغي أن تراعي التشديد آخر ملاحظة الضاد غير مخرج الضاء والضاد باستطالة ومخرج يميز من الضاء الضلال وليست الضلال لأن الضلال صار من الظل والضلال هو الذي هو عكس الهدى وفيما سوى ذلك من الوقف الابتداء جيد والصوت جيد يعني مراعاة الأحكام العامة والله يفتح عليك ويفتح إن شاء الله نزاك الله خير استفت من الشيخ بعض الأخطاء وهي الهمزة وظهار الهمزة والمد وإن شاء الله حاسم نستوي في الأيام القادمة تلاوة رائعة وتنبيهات جميلة من الشيخ محمد يحيى دعونا نقف على بعض هذه التنبيهات التي سمعناها في تلاوة اليوم ألا وهو حرف الضاد هذا الحرف الذي توه كثير من القراء فخلونا نأخذ نبذة بسيطة عنه وإن شاء الله نختم الحلقة بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا حرف الضاد من أصعب الحروف العربية نطقا واللغة العربية تسمى بلغة الضاد ولكن للأسف كثير من الناس أو العرب وكذا لا يستطيعون نطق حرف الضاد والضاد غير الضاء طبعا لأنه قد يحدث اختلال في المعنى فنحن في الفاتح نقول ولا الضالين أي من الضلال وهو عكس الهدى غير أن نقول ولا الضالين من الظل فهنا تغير المعنى وغيرا بعضهم يلفظها دالا مفخاما يقول الضالين فهذا من الدلال والدلال على الشيء فيتنبه لمثل هذا الشيء فالضاد يخرج من حافة اللسان مع ما يحاذيه من الأدراس العليا اليسرى وهو أيسر أو اليمنى وهو أصعب أو من كل الجهتين وهو أشق فينبغي إيش على المسلم أن يذهب إلى قارئ متقن ماهر ويتعلم منه وبالدربة ورياضة الفك لأنه مثل ما الجسم يحتاج إلى رياضة حتى الفك يحتاج إلى رياضة فلابد أن يريض الفك ثم إن شاء الله سيستطيع أن ينطق بهذا النطق الصحيح وكذلك أنه اسمع أيضا يقلقلون الأرض لأنه يخرجها من طرف اللسان فهذا غالط وأخرج من حافة اللسان مع رخوتها الأرض لن تقلقل لأن في رخاوة استطال الصوت فلن تقلقل فلا داعي لقلقله لأن القلقل إنما اجتماع الشدة مع الجهر والله أعلم الله يزاك خير أشياء محمد لا شك أن هذه الوصايا وهذه النصائح تساعد على تصحيح تراوتنا للقرآن الكريم مشاهدين الكرام تابعونا في حلقة قادمة ومشتركين جدد ابقوا في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب اليوم بوصي كام وصي كتاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة